ريطة طريق نثرية ومتنوعة على جدول الدورة السادسة والسبعين للأمم المتحدة وتتوزع اهتماماتها بين الشأن السياسي والاقتصادي والبيئي وفي مقدمة هذه الملفات تحدي مواجهة فيروس كورونا والتعافي من آثاره نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الوباء لقد كانت استجابتنا بطيئة للغاية وعليه أدعو العالم إلى التعبئة خلف خطة تلقيح عالمية تضعف إنتاج اللقاح لتشمل بحلول منتصف العام المقبل 70% من سكان العالم المناخ ثاني الأزمات التي ستكون على أجندة هذه الاجتماعات وسط تأكيدات بأن كلمة الولايات المتحدة ستخصص حيزا واسعا لهذا الملف في وقت يستعد فيه العالم لقمة المناخ كوب 26 في غلاسكو أنا هنا للحديث عن ضرورة التخلص من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومحركات الاحتراق الداخلي ووقف جرف الغابات وبواجهة التصحر وأيضا ضرورة أن تؤمن الدول المتقدمة 100 بليارد دولار لتطويق أزمة المناخ فضلا عن المناخ والجائحة تتجه الأنظار إلى ملفات دولية وإقليمية أخرى ستتضمنها خطابات 85 زعيما يتقدمهم الرئيس جو بايدن الرئيس بايدن هو شخصية خبيرة في السياسة الخارجية منذ أن كان في مجلس الشيوخ وهذه الاجتماعات هي فرصة لإبراز الاستراتيجية الخارجية لإدارته وهو أمر محطة تركيز العالم الذي ينتظر موقفه مما حدث أخيرا في أفغانستان عشية الاجتماعات رفعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة تضحت معالم الأجندة التي ستناقش على مدى أسبوعين تقريبا ثلاث ملفات كبرى تتصدر هذه الأجندة القضاء على الجائحة والتعافي منها ثم التفرغ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أضلي ماسي الحر